موسيقى موسيقى وسار الفرنج فوصلوا إلى بيروت فلما قاربوها وهرب منها أسامة وجميع من معه من المسلمين فملكوها صفوا عفوا بغير حرب ولا قتال فكانت غنيمة باردة لماذا؟ للفرنج غنيمة باردة بيروت أي إنسان عاقل أي عسكري أي جاهل لو يسأل من الناحية العسكرية والاقتصادية والأمنية أيهما تختار؟ بيروت أم البيت المقدس؟ لاحظنا كيف يتخلى بسهولة عن البيت المقدس؟ فيهردم البيت المقدس تركوا بيروت أعطوا بيروت للفرنج صفوا عفوا بغير حرب ولا قتال فكانت غنيمة باردة كما يقول ابن الأثير فأرسل العادل إلى صيدة من خرب ما كان بقي منها أيضا تخريب فأرسل العادل إلى صيدة من خرب ما كان بقي منها فإن صلاح الدين كان قد خرب أكثرها وسارت العساكر الإسلامية إلى صور فقطعوا أشجارها وسارت العساكر الإسلامية إلى صور فقطعوا أشجارها وخربوا ما لها من قرى وأبراج فلقد سمع الفرنج بذلك رحلوا من بيروت إلى صور وأقاموا عليها فأتاه الخبر منتصف المحرم أن الفرنج قد نازلوا حسن تبنين فسير العادل إليه عسكرا يحمونه ويمنعون عنه ورحل الفرنج من صور ونازلوا تبنين أول صفر سنة 594 هجري وقاتلوا من به قاتلوا من بتبنين وقاتلوا من به فلما علم العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب منه أن يحضر هو بنفسه ويقول له إن حضرت وإلا فلا يمكن حفظ هذا الثغر فسار العزيز مجدا في من بقي معه من العساكر إلى أن وصل الملك العزيز إلى عسقلان في ربيع الأول فلما سمع الفرنج بوصوله واجتماع المسلمين وأن الفرنج ليس لهم ملك يجمعهم وأن أمرهم إلى إمرأة وهي الملكة اتفقوا وأرسلوا إلى ملك قبرص واسمه هيمري فأحضروه فزوجوه بالملكة زوجة الكندهري وكان رجلا عاقلا يحب السلام والعافية فلما ملكهم لم يعد إلى الزحف على الحصن ولا قاتله وتراسلوا في الصلح وتطاول الأمر فعاد العزيز إلى مصر قبل انفصال الحال وسبب رحيله أن جماعة من الأمراء وهم ميمون القصري وأسامة وسرى سنقر والحجاف وابن المشطوب وغيرهم قد عزموا على الفتك به وبفخر الدين جركس مدبر دولته وضعهم العادل على ذلك لاحظ العادل تأمر على من؟ على العزيز تذكرون قبل قبل هذا سابا قلت لكم هل ستدوم الصحبة بينهما أو سيتآمر أحدهما على الآخر لاحظ العادل عادل جدا في السبقي إلى الغدر لاحظ العادل هو الذي أراد الغدر ب ابن أخيه العزيز يقول وسبب رحيله أن جماعة من الأمراء من كلفهم العادل وهم ميمون القصري وأسامة وسنقر والحجاف وابن المشطوب وغيرهم قد عزموا على الفتك به وبفخر الدين جركس مدبر دولته وضعهم العادل على ذلك أقول بالرغم من كونهم في معركة وحرب مع الفرنج لكن الغدر والتصفية والاغتيال هو الحاضر دائما في منهجهم وعقولهم ونفوسهم هذا حال العادل فكيف غير العادل فلما سمع العزيز بذلك سار إلى مصر وبقي العادل وتردت الرسل بينه أي بين العادل وبين الفرنج في الصلح فاصطلحوا على أن تبقى بيروت بيد الفرنج أقول إلى أي حال من الضعف والهوان وصلوا إليه بحيث بحيث عجزوا عن حماية مدن فخربوها وهدموها وأزالوها من الوجود ثم سلموا بيروت صاغرين وهم يتصارعون فيما بينهم ويغدر بعضهم بالآخر ويغدر بعضهم بالآخر ولا أدري ما هو مقياس العدالة عند ابن تيمية وعند الرازي حتى يكون الملك العادل عندهم عادل